جول النادي المصري الخضراء ترتفع في مدرجات الجيش المصري ببرج العرب النصر الأخضر بدأ الحكاية ويحلق مبكرا بعد ضغطة قوية بصوا شوفوا الحكاية كورة عادية وأقل من عادية لكن كوكو ارتبك فكر مرتين واتضغط عليه وكانت الحكاية وكانت اللقطة المضيئة الأولى عن طريق مين؟ عن طريق رجب عمران ريجا بيتقدم بأول لجوان عن طريق التدخل والضغط العشرة على العشرة رجب عمران ريجا بيسجل أول لجوان أزقائي ويتقدم للنادي المصري في درب القنال في تاني لقاءات دور التمانية بهدف مقابل لشيء أعتقد 73 دقيقة ككورة قليلة جدا جدا أدي كورة للأمام عبدو يحيى عبدو يحيى ممكن تاني لجوان تاني لجوان تاني لجوان مش ممكن بغرابة شديدة جدا جدا تمريرة ديليفري نجد عبدو يحيى اللاعب البديل في انفراط حقيقي بمحمد كوكو وبالفعل عبدو يحيى يعلي هتفات وجماهير وصيحات جمهور النادي المصري كمان وكمان ويتقدم على الدرويش أصدقائي بتاني لجوان قادي عصام تمريرة وحدة تكفي يا حبيبي لتاني لجوان عبدو يحيى من عصام صروت نشكركم لحسن تعاونكم على طول عبدو يحيى دي ما ترجعش يا جدعان علشان النادي المصري عزقائي في الدقيقة تلاتة وسبعين يضيف تاني لجوان ويتقدم اتنين لأشياء عن نادي الاسماعيلي بقول لحضراتكم ان مهاردة لقاء غريب عجيب مش ممكن مش معقولة تمريرة واحدة من اول لاخر الملعب تعمل انفراد ليه الحداشر لاعب كانوا فين سؤال غريب ما حدش يقدر يجاوب عليه لكن بالاحضان بالاحضان طبعا يعصام بالاحضان